مع كل أزمة اقتصادية يشهدها العراق تعيد دوائر صنع القرار في البلاد الحديث عن ضرورة تصحيح الوضع الاقتصادي العام وجلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من أجل بدء إعادة الإعمار وتوفير فرص العمل للشباب غير أن العراقين يدركون في كل مرة أن هذه الدعوات لا تكاد تجد لها تطبيقا على أرض الواقع بسبب تضارب القوانين فضلا عن الفساد والبيروقراطية من جديد بدأت العديد من الوزارات في وضع خطط بأبرز المشاريع خاصة المرتبطة بالبنى التحتية وسط مساع حثيثة لجذب الاستثمارات في أقطار شتى سواء من جانب دول إقليم الشرق الأوسط أو دول أجنبية وكذلك الاستفادة من عوائد النفط ضمن مقاربة النفط مقابل الإعمار خلال التعامل مع بعض تعد حزم الإجراءات المرتبطة بالتعديلات القانونية والإدارية المختلفة ضمن تلك الحلول المتبعة الهادفة لتحويل البلاد إلى بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية تتبنى الحكومة العراقية نهجا جديدا يستهدف تنويع مصادر الاقتصاد وتنشيط حركته من خلال حلول جذرية تعالج التحديات الراهنة وتفتح أفاقا أوسع أمام تدفق الاستثمار الأجنبي باقتصاد البلد الذي يعاني من اختلالات هيكلية ممتدة تدى